اشتركوا في القناة الويداد يقتر من التأهل المربع الذهبي بعد الانتصار تصريح قاريدو بعد مقابلة النجم الساحلي التونسي حيث الزواغي مدرب النجم الساحلي التونسي يفاجئ جماهر الويداد بهذا التصريح الناهير يشكر قاريدو وأنصار النادي ويؤكد ضرورة الحسن بيرادس صلاح الدين السعيد يتفاعل بهذا الشكل مع فوز فريقه بثنائيا تمكن فريق الويداد الرياضي من تحقيق الفوز بهدفين دون رد على حصة فريق النجم الساحلي التونسي في لقاء ذهب دور ربع نهاية عسبس الأبطال الأفريقية ونجح الوك في خطف فوز الثامن بين أنصاره التي دعمته كالعادة لآخر ثانية في اللقاء بفضل ثنائيا دونها الجنح الأيمن للفريق محمد الناهيري على مرحلتين إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة الحادي عشر من الشوط الأول بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الرابع والخمس من الشوط الثاني وبهذا يكون النادي الأحمر قد خطى خطوة كبيرة نحو دور نصف نهاية المسابقة الأفريقية في انتظار لقاء الإياب في تونس بمالعب رادس شكر المدرخ وانكارلوس قاريدو عناصر فريقه على الأداء الجيد الذي قدمه في مواجهة النجم الساحلي التونسي وقال الإسباني قاريدو مدرب الوداد الرياضي أن الفوز في مبارس اليوم سعد فقط النصف الأول من المواجهة وما زال هناك مبارس الإياب في تونس مؤكدا أنه عامل على إعادة الثقة لللاعبين بعد مرحلة الفراغ التي مر منها الفريق وخسم حديثه بشكر اللاعبين على مجهودهم البدني وكتج مهور النادي الأحمر الذي كان له الدور الكبير في تحقيق الانتصار في المقابل قال قيس الزواغي مدرب النجم الساحلي التونسي أن جمهور الوداد كان حاسما في نتيجة هذه المواجهة وأضاف بأن لاعبه أهضروا العديد من الفرص السانية للتسجيل مؤكدا على تدارك الأمر في مبارسة العودة بتونس ونتيجة المبارسة تصعب المأمورية في لقائلية بيرادس أمام الوداد الرياضي فأكد محمد الناهيري لعب الوداد الرياضي وعريس المقابلة أن فريقه قدم مبارس كبير وتغلب على ضيفه النجم الساحلي التونسي بفضل حنكس المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو وتقدم بالشكر له بعد وضع ثقته به وأعاده للفريق الأول مشيرا محمد الناهيري إلى أنه يسعى لتقديم الأفضل لإسعاد الجماهير الودادية وأضاف مدافع الوداد الرياضي أن فريقه لم يحسم التأهل بشكل نهائي ويتعين الفوز في مبارسة الإياب بتونس لتأمين التأهل إلى المربع الذهب من المسابقة الأفريقية وختم محمد الناهيري حديثه بالشكر الجزيل لأنصار الفريق الأحمر الذين حلوا بكثافة لمساندة الوداد الرياضي في المبارس تفاعل صلاح الدين السعيد لعب فريق الوداد الرياضي مع انصصار فريقه على النجم الساهل التونسي ونشر السعيد صورة احتفالية لزملائه بهدف محمد الناهيري عبر حسابه على الأنستجرام هذا ويواصل نجم الوداد الرياضي برنامجه الاستشفاء تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للملاعب بعد غياب دام لفترة طويلة بسبب الإصابة هذا الموسم في النهاية لا تنسوا إخواني الكرام الإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا على تقديم كل جديد